السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأبدأ بإذن الله هذه السلسلة من كتاب صغير سميته نصائحي اليومية هديتي لكل فتاة فنبدأ مع أول سؤال والذي قد سئلته عديد المرات وأعلم أنه مهم للكثيرات بإذن الله سأتكلم عنه ببعض التفصيل السؤال يقول ماذا أفعل؟ أرى نفسي لست جميلة وأخاف أن تفوتني فرص الزواج بداية غالبا لا نتقبل شكلنا لأننا نعتبر أن مظهرنا غير مقبول فنخجل أو نظن أننا بسبب شكلنا قد نكون غير محبوبين لكن يا أختي لتتأكدي أن الروح هي أهم شيء أنظر إلى كثيرين عندهم جمال أخاذ لكنهم يملون من أول عشر دقائق وهناك أيضا بالمقابل أناس عاديين أو أقل من عاديين تجد لهم حبا وقبولا بين الناس ومثلا شاب أو فتاة يرى نفسه غير جداب بما يكفي ليجد من يحبه مع شكله الذي يراه هو أنه غير جميل أو حتى يراه بشعا لكن صدقيني والله كثيرات من الجميلات أو الفائقات الجمال قد يسلون إلى عمر كبير ينتظرون عرض زواج واحد ولا يجدونه بسبب إما أنها كانت تشترط كثيرا أو كانت مجرد شكل يبحث عنه هذا وذاك ثم لم تأخذ من ذلك إلا كلمات ومعاكسات وأرقام هواتف ترمى على الأرض طبعا نحن لا نعمم ولكل قاعدة شوائد وهناك بالمقابل من هي عادية أو أقل من عادية وتجدها متزوجة ولعلها محبوبة من زوجها أكثر من الأخرى الفائقة للجمال ممكن لأن تلك تألمت فتعلمت وحاولت أن تملأ ذاك النقص الذي كانت تشعر به بأن طورت نفسها اجتماعيا وثقافيا وغير ذلك كما أنه توفيق رباني كذلك وتلك اكتفت بالشعور بقيمتها من خلال شكلها وأنا أكرر أنا لست هنا أعمم وإنما أتكلم عن هذا النوع بالذات وحاول الآن أن تجل بفكرك بين النساء المتزوجات فعلا من معارفك وأقاربك هل تصفينهم أنهم جميلات عاديات أو حتى أقل من عاديات ورغم ذلك تزوجنا وفرحا وقد يراها زوجها عنده أعظم نعمة حتى أني رأيت في كثير من المرات استغراب البعض من زوجين يرون فيها أحدا أن أحد الأطراف أجمل بكثير من الثاني ويستغربون ومع ذلك يكون سعيدا به فالفرق يا أختي هنا هو الحب والتقبل وكلمة الحب هي إحدى جنود الله التي يجب أن تطلبها منه خصيصا حين قال عن موسى عليه السلام الذي كان مطلوبا من أكبر طاغية على وجه الأرض ثم بتلك الكلمة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فصار فرعون يربي موسى في بيته في حين كان قبلها يقتل الأبناء خوفا من مجيء موسى فلا تخافي لأن الله حين يحب فلان ينادي جبريل إني أحب فلان فأحبه ثم ينادي جبريل في الملائكة أن الله يحب فلان فأحبه ثم يوضع له القبول في الأرض فبحث عنها بين يدي من عند الكريم الودود سبحانه وتعالى وكما قال الأحد علماء النفس أن الحب ليس ذلك الحب المثالي الذي يصورونه لنا في أفلام هوليود بالمثالية الزائفة بل إنه تضحيات ومودة ورحمة يصل بعدها كل طرف أن يحب الآخر ولو كان يبدو لنا نحن أنه ليس جميلا أو عاديا أو غير ذلك وانظري لأي أم أو أخ أو أخت أو أب طبيعي هل تجدهم يحبون أهليهم دون تركيز في أشكالهم أم لا تماما كما هو الحال لمن يلقي الله في قلبه محبتك فيراك ويحبك لكثير أمور فيك لهذا جعل الله اختلاف الأذواق فقد نجد شخصين من بطن واحد أحدهما يحب السمينة والآخر يحب الرشيق أحدهما يحب القصيرة والآخر يحب الطويل إحدهن تحب الأصمر والأخرى تحب الأبيض وهو اختلاف أذواق وضعه الله في جميع حواسنا كبشر لهذا يقال أن الأذواق لا تناقش فما أراه أنا عاديا قد يبهر إحدهن وما تراه هي ذميما قد يسحر أخرى مختصرها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وانسي عنك كلام الناس ونظراتهم وتنمراتهم فكيف تنتظرين السلامة منهم ولم يسلم منهم حتى نبي الله ولا حتى قد قالوا عن الله سبحانه وتعالى أقوالا يعني فقالوا أن له صاحبة وله ولد وغير ذلك تعالى الله عن ما يقولون علوا كبيرا فكيف تتوقعين أن تسلم منهم وقد قال الشافعي فاعلم أنه ليس للسلامة من الناس من سبيل فانظر إلى ما فيه مصلحتك فالزمال شكرا